قالت مرثل يسوع المسيح يا سيد لو كنتها هنا لم يمت أخي أكم أحد منا بمر في هذه الظروف الصعبة المأساوية الكارثية التي تعتبر مصيبة كبرى في حياتنا وكثير مرات عنا تمنيات ونقول وينك أنت يا رب في هذا الظرف الصعب لماذا أنت بعيد عني لماذا تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني لو كنتها هنا في الوضع اللي أنا فيه كان ما كانش اللي صار إيه الحكمة من أن المسيح ينتظر ويروح في اليوم الرابع الحكمة أنه تكون جنازي كبرى وبكاء وعويل ومعزون خلال الأربعة أيام عادة التعزي بتضلها لمدة سنة ولكن أول أسبوع هو الأسبوع الأول ولكن كل يوم عن الثاني بخف بخف أكتر لماذا هذا الانتظار لو كنتها هنا لم يمت أخي يعني بكلمات أخرى عتاب ممزوج بالحزن هنا خلينا نشوف يعني لاحظ معي تفكير المنطق بالمقارنة مع تفكير الإيمان الروحي أو الإيمان المنظور أو الإيمان الغير منظور يعني منطقية العمل إنه إذا بشوف ولكن في أبعاد روحية أكثر من اللي إحنا ممكن نشوفه في العين المجرد لهذا السبب كان إيمانها محدود نوعا ما أي تحديد لقدرة المسيح يعني بكلمات أخرى إيمان في محضر الرب بالعين لا يمكن طبعا أن يموت أي مريض يعني إنت لو كنت وإنه بعرفه في معجزة في إصحاح تسعة مولود أعمى تفل وصنع من التفل طين مولود أعمى اتخيل معي مولود أعمى وهذه تعتبر أيضا في أورشليم واحدة من أقوى المعجزات لأنها دليل على الخلاص والعمل والسلطان الإلهي ولكن كان المسيح موجود بهذه المعجزة يعني لو كنت أنت حاضر لو أجيت مصر اللي صار ومصر بدنا نقول الخسارات المادية في الجناز لا يمكن أن يموت أي مريض في حضور المسيح طبعا أنت بتحدد أي عدم قدرته على شفاء المريض من مسافة منه يعني مثلا قائد المئة قال قل كلمة فلهذا السبب كان إيمان غير متكامل إيمان ناقص يعني الثقة عن منع الموت عن ألي عازر ومحدود على أساس حضوره الشخصي إذا أنت موجود في هذا المكان لكنها لم تدرك أن المسيح لهوت المسيح هو ما للسماوات والأرض لم تدرك أنه يقدر أن يشفي من مسافة كما فعل مع ابن الرجل الشريف في بشارة يحن إصحاح أربعة من قان الجليل والمريض كان في كفر نحوم يعني خمسة وثلاثين كيلو متر لم تدرك هذا مرثى ولم تدرك أنه المسيح كما قيل عنه تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات فالمسيح أقام الموتى مثل ما ذكرت ابنة يايروس مثل ابن أرملة نايين الموكب الجنائزي يعني ابن أرملة نايين لما لمس النعش وقال له لك أقول قم وهنا العازر يعني بعد ما أنتن هل أم خارجا فشو لاحظ اللي عندما أرسله قالوا يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض يعني ما تتأخرش تعال بسرعة اللي أنت بتحبه ما تتأخرش عليه عشان تيجي وتشفيه من هذا المرض كان جواب المسيح غريب نوعا ما أليست ساعات النهار إثنتي عشرة ساعة ثم الإيمان العقائدي يعني كأنها تقول لماذا لم تأتي عندما أرسلنا في طلبك لم تدرك سلطان المسيح على الموت أو على الشياطين لم تدرك أن المسيح هو رئيس الحياة أن المسيح هو مصدر الحياة وأن ثقتها بمحبة المسيح وقوة الفائقة هي فوق كل شيء يا ليتك كنت هنا يريد يعني بكلمات أخرى زينا يعني في صرخة خيبة الأمل فيش أصعب من خيبة الأمل أو من الخذلان في توقعات معينة وما بتحدث في وصول المسيح المتأخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر